أRegard With אіти هكذا سبينك قانون نكمل مع الأكتبات الأكتبات اترى الإيجج Blindness ما shot of books اللعرة والفيديو السابق 光لقرة الأبوام ديججرس اليج difار في المثال التي قمت بها ج boş بلا hi oh patreon we are gonna talk يتحدث عن الإضافة من ملتوز ولكن أولاً، لن تتذكر الملتوز ملتوز هو مولكول من دفع المولكوز هذا مولكوز مع مولكوز يجب أن يكونوا أكيد هذه مولكوز أجتماعي مع مولكوز والمولكوز يأتي بمولكوز يعني ستارش إن كان كوكد ستارش بالتم salivary amylase بيهضمه or ستارش عادي الاميلوز نشني بالمعدي عفوا بالsmall intestine بينهضم كله بيتحول لملتوز شجر ملتوز شجر طيب what digests ملتوز مين اللي بيهضم ملتوز ملتوز the maltose sugar أو maltose sugar is digested by enzyme called ملتوز ملتوز maltose oath sugar is enzyme where do we find this maltase enzyme maltase enzyme is found in two places in the pancreatic juice and in the intestinal juice بمحلن يعني in the small intestine we find maltase طيب خلينا هون ننتبه شوي ونركز منيح ونفهم شو وظيفة الملتاز وكيف بيهضم الملتوز و لشو بيحاوله لشو برأيكم بيحاوله طلعوا إذا الملتوز مكوى من اثنان موليكيل يعني بدي يكسر على اثنان بدي يكسر على اثنان بدي يصير هاك ها واحد وهذا واحد تاني يعني بدي يحاوله لغلوكوز موليكيل بدي يحاوله لغلوكوز 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 طب انا كيف بعرف اذا تكون لغلوكوز او لا حدا بيجي بيقول لي بسيطة نعمل فهلنك ما فهلنك ما فهلنك بيعطبري كرد بريسيبيتات ان كان مع الملتوز ولا ان كان مع لغلوكوز يعني ما فيني اعرف شي ما فيني اعرف بكل بساطة بدي اعمل انا تست مخصص لغلوكوز شو هو في عنا بيجي بيجو وراء يعني كيف ادي لكم مثل القلم هيك رفاع بيجو مثل ما شايفين انتو هون يبقى هيدا هون اوكي بالمختبرات هوده هالبا بيجي بيضاء بغطب السلوشن ايضب انت انت اذا تقفزي هالكالر 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 انتظر الانتظر تعطي لون هيدا اللون يعني شي طيب عطيني هو الالوان هالبيبر اسمه غلوكوز تاست ستريب غلوكوز تاست ستريب ورقة ستريب قطع اشق في هيك صغيرة غلوكوز تاست تو ماجر غلوكوز اتجف زي كالر اذا الكالر كان فيولات ها طبعا مش للحفظ والالوان هو بيكون يعني بلاس 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 يعني في كتير غلوكوز بيكونوا عطيني هنة على الانبوب مثل ما شايفين قدامكن اذا كان اللون اورنج مثلا او ابيض هيك بقي ابيض يعني نو غلوكوز زيرو غلوكوز ايضب دي غلوكوز تاست ستريب شو اعطاني اللون فيولت فيولت يعني غلوكوز بلاس 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 يعني we have high level of غلوكوز طب بنين اجا لغلوكوز وانا مش حاطت غلوكوز بالاساس انا حاطت ملتوز سمبلي فم ديجسشن عملية الهضم هضم مين هضم الملتوز مين هضمو الانتسنين الجوز لشو حوالته لغلوكوز that's it سمبل طبعا the medium should be basic pH equals to 8 اكيد اكيد اوكي after that بعد ذلك we add intestinal juice ملاحظين شو عبقول then after that هو كتير مهمين بالتسكريب لازم نستعملوا فيني قولوا ما في مشكلة after that or then we make a glucose test strip or we dip a glucose test strip ما في مشكلة dip غطصناها it gives violet color واضح اللون قدامي glucose plus plus بس هيك that's it اوكي طيب الانتسنين الجوز شو في بقلبه ملتاز انزايم specific لمين للملتاز specify the role of intestinal ملتاز intestinal ملتاز is an enzyme that digests ملتاز into sugary glucose طب شو عرفني specify مع justify because after adding intestinal juice لأنه بعد ما حطيت الانتسنين الجوز containing ملتاز انزايم لأنا عرفها في بقلبة ملتاز with maltose sugar glucose is formed فيني بلش بالعكس ما في مشكلة بالإجابة من قبل مين justification قبل الانسر والانسر justification ما في مشكلة المهم عمل justification بت specify و بالidentify و بالdetermine لأنه من دون justification زيرو العلامة لذا أنا فيني إيجي قول since intestinal juice containing ملتاز enzyme gave glucose after adding it to maltose sugar أعطتني glucose بعد ما حطيت مع الملتاز thus intestinal ملتاز digests ملتاز into sugary glucose دروي functional diagram showing the digestion of maltose by maltase what's the meaning of nutrients كلمة nutrients بتعني simple molecules اللي بنحصل عليهم بنهاية الديجستن where does digestion start وين بيبلش الديجستن in the mouth where does it end in the small intestine عملية الهضم بتبلش بالماث بتنتي بالsmall intestine بشكل عام عم بحكي هلا هضم البروتين بيبلش من المعدة هضم النشا بيبلش بالتم etc so الديجستن ends in the small intestine at the end of digestion we obtain the nutrients بنحصل علي الغذاء عملية الديجستن هي نوعين chemical وميكانيكا ركز وفيهن منيح اول شي in the mouth this is the mouth بس ناكل the consumed food الاكل عشو بيحتوي organic و inorganic vitamins mineral salt زحظوا الاشكال كيف water carbohydrates starch عطينا example هو protein zoolipids organic and inorganic عطينا legends كل واحد كيف شكله we eat them in the mouth we have mastication mastication عمليات المضغ or chewing العلك تقطيع الطعام from complex to simple without changing its identity this is called mechanical digestion طيب بنفس الوقت بيكون saliva عم بتحول starch into maltose شايفين maltose هي عاطيني legend هون this is maltose يعني both chemical and mechanical digestion occur in the mouth شو وظيفة الميكانيكال يضحن الأكل ليسهل عمل saliva وعمل juices بعد then the food migrates or goes to the esophagus المريء المريء هون ما في بقلبه أبدا enzymes بس المريء بيتفش الأكل كيف بيتفش الأكل بس يكبس نزول كيف يعني أنا إذا عندي معجون سنان أوكي معبة مش كتير معبة بدي طلع منه المعجون بس يكبس هيك علي حتى يطلعوا منه أوكي هيد الحركة اسمه peristaltic movements حركات الدفع سير بيتفش فالإسفاجس بيتفش الأكل بيعصر وهيك نزول عصر أوكي هيد اسمه peristaltic movement تعتبر mechanical digestion بتساهم بطحن الطعام بينزل الأكل على stomach في churning mass mechanical وبنفس الوقت في gastric juice عم تحول البروتين ل peptides شو عرفني انه peptides هي هون كتب لي peptides بينزل الفود ل small intestine في churning معص كمان وفي peristaltic movement بيدفش small intestine وبنفس الوقت في عندي pancreatic juice و intestinal juice pancreatic juice عم بتحول البيبتايت هي البيبتايت لأمينو assets amino assets وعم بتحول الليبتز لفاتي assets and glycerol حسب الليجنس ما شايفين انتو والإنتستinal juice في عنا البروتين والبيبتايت عم بتحول لأمينو assets المالتوز عم بتحول لجلوكوز molecules والبيبتز عم بتحول لفاتي assets and glycerol at the end of digestion بالنهاية الهضم بنحصل عن nutrients الأكل مقصوم لقصمين digested و undigested digested هو nutrients undigested بيمشي على large intestine بشكل stools أو ساخ وبيكمل للأنوس للمخرج طبعا الجسم بيستفيد منه طيب هاو دي النيوتريانس لوان لازم يروحوا بروحوا على عملية بعملية اسمها absorption امتصاص على الدم هيكي عنا بأكتيفتي 5 أنا وفدي الفيديو مسجد هالأكتيفتي 5 بتلاقو أوكي تعال نشوف أنا وياكم من هن النيوتريانس لمن هضموا الفيتامينس بعضو مثل ما هو من هضم الووتر والمينرال سولتس بعضو مثل ما هن من هضموا وووتر ومنرال سولتس ما هضم وهي منرال سولتس هون طيب من اللي انهضم البروتين صار أمينو أسد لبتس صار فاتي أسد عن دي غليسيرول الكاربوهايدريت صار غلوكوز list the complex molecules that undergo molecular simplification along the digestive tract molecular simplification means digestion من هن اللي عملوا digestion كاربوهايدريت لبتس وبروتين انهضموا indicate these substances that don't undergo simplification لمن هضموا من حفظوهن vitamins water mineral salts ما بينهضموا ما فيئلون enzymes أصلا من بادي يهضم ماء أو من بادي يهضم mineral salts بيبقوا مثل ما هن make a list of nutrients present in the small intestine at the end of digestion من هن النيوتريان اللي بقيوا تعا نعدون أنا وياكم vitamins water mineral salts glucoz amino acids fatty acids glycerol للحفظ للبصم هاودي كتير مهمين based on the old lesson draw out the role of mechanical digestion draw out the role of mechanical digestion mechanical digestion شو وظيفته it facilitates the action of chemical digestion it facilitates the action of enzymes يسهل عمل الانزايم بكل بساطة أنا إذا بيخد قطعة لحمة بروتين قطعة لحمة تانية واحدة مفرومة منصد واحدة مش مفرومة وبحطهم مع gastric أو مع بروتياز مين يبين هضم أسرع المفرومة لما أعمل له mechanical digestion so mechanical digestion facilitates the action of chemical enzymes or juices بسهلهم عملهم للانزايم مثل واحد أنا هلا يجي يقول لي عندك صخرة بدك تكسرها لتطحنة طحن بودرة تصير صخرة بيخد كتير وقت فيها بينما إذا هون كسرني هي لقطعة صغيرة بسرعة بكسرها أنا وبطحنة طحن أو بغير لهويتها فأنا الانزايم هيدا الصخرة هو بكسر هي عمل لها mechanical digestion أنا الانزايم صار شغلي أسهل لذلك mechanical digestion facilitates the action of chemical enzymes إن شاء الله in the next video موجود الفيديو activity 5 the road of the nutrients كيف بينتقل وكيف بينعمل absorption وكتير مهمة وبرجع من بعد أنا I'm going to solve دورة 2013 الأولى because it talks about the mechanical digestion and its action and its effects على chemical digestion don't forget to subscribe to the channel don't forget please to like the page on facebook لأنه في قلبة عم بحطهم هاودي كلهم موجودين بتلاقوا digestive system كله هيدا الجايد بتلاقوه على الفيسبوك فيكم تشوفوه تطلعوا عليهم تتابعوا معي على الفيديو أو إذا حدا حب يدرس منهم ok see you in the next video إن شاء الله